نستحق هذا احنا كشاب نستحق هذا لانه الرايح ومودعينا والجاي متلقينا نصفق لليسوى والما يسوى حطي دهانا قاله ويتلقاه بالباب ويفتحوا لهم دواوين البار حيهوسون عليهم حرامية واليوم يحط صدر ديوان لاننا نعرف ان المنصب اليوم في العراق هي اصبح وسيلة ربحية وليس وسيلة خدمية تقديم الخدمات لكن دور رئيس الوزراء هنا يجب ان يكون لديه الامكانية والجرأة وشجاعة بان يخرج وان يحارب هؤلاء وكذلك في الرئاسات الاخرى وكذلك في اي وزارة من الوزارات اما اذا نجد ان الوزير هو مشترك ومدير الضربة هو مشترك ونجد ان في مكتب رئيس الوزراء هذه كارثة نعم هي في كثير من احسان ممكن قمة لا يعلم بكثير من هذه الخفايا انت تتحدث عن القراءات وانا بالقراءات مقير موزيا هم رجيش بعيوني وهم الكبر ما اخذني اذا بقراءاتك اذا بقراءاتك رئيس مجلس ايه احبك هي اذا رئيس مجلس النواب بعظم تماحه مروحه رئيس مجلس الوزراء بتليفونه مخترق ايه ما تقول لي هاي الناس الفقرة وانا وديها اياه ليحميها اذا صار عدها لا رئيس وزراء من يحاسب من لا رئيس لا رئيس مجلس نواب محترم المحترم بس الفاسد والمو شريف والحرامي يتحكم في هذا البلد او طالعين لا بسينا قوطه واربطه انسولف على شعب انتشذب عليه وهاي الناس الفقرة بهذا بهذا الحال رئيس ما يقدر يحمي تليفونه رئيس مجلس نواب من يردونه يسحلونه وانا توجوهنا وانا نروح شوفونا دولة وذبونا سووناها لكويس وحرقونه هذا هذا واقع الحال هذا واقع الحال استاذ نجم هذا واقع الحال المرير بعد 2003 عندما تم تقسيم العملية السياسية وفق محاصصة بين كتل واحزاب سياسية ذهبوا باتجاه تدوير المؤسسات الى مكاتب اقتصادية وهذه المكاتب الاقتصادية تدر الاموال للحزب فبالتالي هو لا يهمهم ماذا يحصل في داخل وزارة جلب الشخص الكفو النزيه لا يخدم مصالحهم بالتالي كثيرا المرجعية تكلمت يعني لا توجد يا استعر رضينا بالمحاصصة رضينا بالهم والهم ما رضى بينا المحاصصة على روسنا قبلنا بيها لكن المحاصصة ما الذي يمنع بالمحاصصة تجيب لك شريف او ربع شريف لا يمكن لا يمكن لان هذا الشريف سوف لا يسمح بانه تكون هناك سرقة من اموال الشعب فبالتالي هذا الشريف لا يمكن وجوده في هذه الدائرة فلذلك هم يأتون باشخاص مقربين نعم لانه يأتون باشخاص مقربين لهذا الحزب وتلك الكتلة من اجل تمشية الحال لذلك عندما تأتي الانتخابات نرى ان هناك مليارات الدنانير تهدر على الانتخابات من اين لك هذا اكيد من هذه العقود من الوزارات التي هو استحوذ عليها من خلال التقسيم السياسية التي يعني جرت ما بين الكتل السياسية نحن لدينا طامة كبرى حتى المرجعية لم يستمعوا لها المرجعية كم مرة خرجت وتكلمت وقالت لا تنتخبوا الفاسد لا تنتخبوا الغير كفوة اأتوا بالكفوة لكن لا يتعاطوا مع هؤلاء لا يتعاطوا مع النزيه والكفوة لذلك اليوم نرى أن آلاف من الخبرات والكفاءات اليوم جالسين في البيوت ومن يأتي للمنصب هو يعتبره فترة زمنية فيها محدد زمني هذه الفترة يجب أن يستغل وجوده لتحقيق أكثر أكثر مبالغ خلال هذه الفترة لأنه ممكن هذا المنصب يشتراه بمبلغ معين وبالتالي يريد أن يعوض المبلغ وبالتالي يأخذ أرباح على هذا المبلغ هذا واقع العملية السياسية هذا واقع العملية السياسية سيد نجم على قولتاني توجد سد ذراعي وعن رسمي ما لنخلف هذا هذا ما لنخلفهم نعم 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 زين سيد نجم هناك كوارث كوارث نحن نشاهدها يوميا حقيقة مواطن فقير جائع وكذلك خريج لم يجد له وظيفة وهناك من يتمتع بمليارات الدولارات والله سيد مخلط قبل أن أنتقل جئنا بهيئة نزاهة جئنا بهيئة نزاهة سمح لي جئنا بهيئة نزاهة رئيس هيئة النزاهة يعني جئنا بجهة رقابية هيئة النزاهة وإذا برئيس هيئة النزاهة يخرج لنا بأنه يساوم أيضا على فساد من نجيب أوداتك يعني لم يبقى الله ورسوله نأتي بيهم لهذا البلد قبل أن نتقل السيد حمزة مصطفى اسمحها مني نستحق هذا نحن كشاب نستحق هذا لأنهم رايحوا موضعينه والجاي متلقيينه نصفق لليسوى والما يسوى صحيح حطي دهالا قاله ويتلقاه بالباب ويفتحوا لهم دواوين البار حيسو هيهوسون عليهم حرامية واليوم يحط صدر ديوان اشتركوا في القناة